نهار من نهارات مش معروفة برشة عند التوانسة ومش معروفة برشة في تاريخ تونس وتوانسة تقريبا يجعلوا عليها الكثير برغم مهمة برشة في تاريخ تونس فترة زادة هي فترة انتقال يمكن ما بين العصر الإسلامي والدول الإسلامية اللي كانت بين دولة الفاطيمية الأغلبية للصنهاجية الحفسية وبين الدولة الحسينية بالتبيعة والجمهورية التونسية وهي الفترة المرادية للحديث عن الدولة المرادية فرحان برشة باستضافة ذيفي اللي عنده كتاب اسمه حكام إفريقية وتونس من الفتح العربي الإسلامي إلى العهد الجمهوري للزر سنة 2017 الأستاذ عبد الوهاب الجمال مرحبا أستاذ مرحبا سيلا سهلا وسهلا الله يعينك ويعطيك الصحة فرحان برشة بالاستضافة متاعك بارك الله وفيك ناكش أحكيه على الدولة المرادية سي عبد الوهاب نحب نسألك بما أن المرادين هم في الأصل أتراك دونك أسسوا دولة في تونس في العهد العثماني تقريبا نجموشي نعرفه قبل ما نتحدثوا على الدولة المرادية وقتاش وكيفاش وفي أي ظروف العثمانيين جاءوا لتونس وشنوى النظام اللي حاولوا يركزوا فيه شوف باش نفهم بوضوح الفترة اللي عاشتها تونس تحت حكم المرادين اللي دامت تقريبا ستين ولا سبعين سناء في القرن السابع عشر المرادين نصبهم لا تراك العثمانين كما قلنا نبدأ بالتذكير بانتصاب الحكم العثماني التركي في تونس الحكم اللي ماشي دوم أربعة قرون كاملة من عام 1574 حتى العام 1957 سنة إعلان الجمهورية نعتبروا هذه كفترة دولة العثمانية دولة الفترة العثمانية للدامة تربعة قرون نذكروا اللي سلطنة الحفسية اللي حكمت في تونس 370 سنة سقطت في العام اللي دخلوا فيه الأتراك بطبيعة 1574 وقت القوات العثمانية غلبة القوات الإسبانية اللي كانت عاملة باش تحتل تونس ومن وقتها بلادنا ما عادتش دولة ولت إيلا يعني تابع الإسطنبول بمعنى ولاية عثمانية ريجانس كيف جيرانها ترابلس والجزائر والقايد التركي اللي جاء سينان باشا اللي يغلب بالإسبان وتخلى التونس كان ينجم يبقى ويعمل دولة باسمه هو ولكن هو اختار أنه يركز فيها نظام مش نعطيك عليهم فكرة بسرعة باش نفهموا كيفاش كانت الأتراك احتلوا تونس لأنه احتلالوا غمونا للباب العالي وكانوا توسع فرحوا بدخول الأتراك فرحوا بهم إلى درجة أنه بالغوا فيها وثم مؤرخين يقولوا أنه ألهوا العثمانين للجو بما أنهم مسلمين والإسبان معناتها عطاوهم البعض منهم عطاوهم معناتها قدر كبير لما حالة هما أنقذوا البلاد لأني كانت وصلت في نهاية الدولة الحفسية في حالة رثة جدا والآخر السلاطين الحفسيين خاصة زوز الزوز الخرانين عملوا شيء زوز لخوة لا الرجل ولدوا رهنوا البلاد والأسبان ولو شاطرهم في الحكم وقت نقولوا شاطرهم في الحكم وهذه الطريفة نوعا ما هي مشاطرة فيزيك معناتها موشي موشي بالقول بركة شو معناتها؟ معناتها حتى وقت الله ينتصب باش يفصل النوازل بين المتشاكيين مثلاً يقعد على فتاي عملوا فتاي بنك باش هو يقعد على اللي سار والإسباني الكوماندان الإسباني اللي حطوا الأمبراطور الإسباني هنا يسير في البلاد علي مين بحيثوا قاعدين الزوز على نفس البنك باش يصدروا الأحكام بحيث مش قاسم معاها السلطة إنما يعني الحماية الإسبانية في هكذا الظرف اللي عشناه في واسط القرن السادس عشر كانت مصيبة كبيرة ياسر وضرت البلاد بصفة كبيرة ياسر بحيث الإسبان قلت سينان باشا حرر البلاد والتواسى فرحوا به واعتبروها رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى وخاصة أنهم بطبيعة حالمهم مسلمين بحيث ثم أشكونا اعتبرها فتح جديد بعد الفتح اللي صار في القرن السابع وقت اللي وصلوا الغوزات والولات اللي جونا من الجزيرة العربية سينان باشا كان ينجم يكون دولة ولكن هو خير يحط فيها تنظيم معين خاص بها هي بيسير استمتوا من جارتها الجزائر وجارتها الجزائر وترابلس ووضع هذا سينان باشا كان ينجم ينص بروحوا حاكم عسكري قلنا وقام بترتيبات باش يخلي الأمور واضحة على المستوى العسكري وشبه العسكري خلا في تونس حامية تركية فيها أربع لاف جندي من جندي البر وسموهم الانكشاريين لجاني سير وموزعين على مئة فرقة في كل فرقة أربعين عنصر وعين القيادتها الحامية ضباط وضباط صف سموهم بولك باشية والأوضى باشية والأغوات ما همناش هذوم التفاصيل هذه لكن على المستوى الإداري والمدني عمل سينان باشا عين مسؤول تركي كبير سماه الباشا باش يمثل الباب العالي في تونس ويعتبر كأنه مندوب سامي والي مقيم يعني كأنه ديليجي ريزيدان ولا جوفرنار ريزيدان هذا تونس كانت مباشرة تحت الحكم العثماني نعم في الوقت هذيك تونس مباشرة تحت الحكم العثماني بما أنه باشا بالفعل بالفعل ما عادش عندها ذاتية وما عادش عندها دولة ما عادش عندها وجود واللي تتابع الباب العالي بصفة نهائية تعيين الباشا في تونس كما كنت تقول توا ردها تتسمى باللغة التركية باشاليك باشاليك يعني مقاطعة تابعة للسلطنة مباشرة ويسيرها باشا هذك شمع أنت باشاليك بحيث تابعين للسلطنة العثمانية مباشرة بالضبط كيف وضعية الجزائر اللي دخلوها للترك عام 1514 ووضعية الترابلس اللي دخلوها واحتلوها عام 1551 والمصادر التاريخية تقول اللي في مدة الحكم التركي المباشر ثمانية باشاوات الدولة على الكرسي في نص الإطار التسير في التسير المدني سينان باشا عين نوع آخر من المسؤولين وهذه هامة يصل لأني بعد وقت اللي مش نتحثوا على الدولة المرادية مش نصولهم عين نوعين من المسؤولين الدايات جمع الداي وهي كلمة تركية معناها الأصلي الخال ويسميوه زاد الدولاتلي والدايات يلزمهم يكونوا حسب النظام اللي أقروا سينان باشا يلزمهم يكونوا من أصل تركي وأكثرهم كانوا في بداية طريقهم أما غوات قصبة يعني قايد حامية وقال لخوجات يعني كتاب في الديوان وجمع متاحهم خواجات يعني جمع خوجة والديوان هو اللي يجمعهم الكل ويجمع معهم ناس من علية القوم في البلاد كما المجلس الأعلى العسكري اللي يوقع سينان باشا عين على كل داي عين كل داي على رأس فصيل من العسكر الانكشاري كل فصيل فيه ميت جندي وعين هذين النوع الأول هو الدايات النوع الثاني من المسؤولين الإدارين اللي يعينهم في سينان باشا قبل ما يغادر تونس هما البايات جمع باي اللي هو مساعد الداي وأصل معنا كلمة باي هو في اللغة التركية الراجل الغني تحديدا الرجل اللي اللبس به مجتمعيا وماديا موشي ضرورة ماديا فقط مهمة البايات كانت مساعدة الدايات على قيادة العسكر واستخلاص الضرائب ومراقبة القبائل والعروش ومن بعد اتطور اتطورت خطة الباي ولا مختصين في قيادة لمحال لمحال هذه مجموعة عسكرية مجموعة عسكرية تخرج مرة في الشياء ومرة في الصيف داخل البلاد باش تجمع الضرائب وباش تتقط إدارة الجهوية وتفرض النظام وهذه هم المسؤولين الكل والكل معناتها تحت نظر الباشا اللي اذكرناها في الأصل معنات الدايات أعلى درجة من البيات يعطيك الصحة الدايات أعلى درجة والباي تابع البي هو الكاهية متاعه والموعين متاعه والعثمانيين ركزوا زادة مؤسسات بخلاف الوظائف ركزوا مؤسسات كما دار الباشا اللي هي جهاز مركزي للسلطة العسكرية والديوان اللي فيها 24 ضابط سامي و120 عسكري بولوك باشي وفيه أغوات وبيات وفيه بعض من سكان البلاد الأصليين معنات عرب وبربر منهم شيخ لمدينة هذا من الكل تبين بوضوح اللي هتا تبين النظام اللي كنت نقول فيه تبين اللي النظام اللي كان اللي كان حطه سينان باشا كان معقد معقد ياسر وتركبته فيها برشة مسؤولين وبرشة مؤسسات وعلى عكس ما كانوا يظنوا وينتظروا الناس اللي أسوه وقع خلط كبير في المسؤوليات وفي قيادة الإيالة وهذا الشي اللي ماشي يتسبب في تغيير كبير في نظام الحكم التركي المباشر في تونس بعد مدة قصيرة شنو اللي صار تواصل العمل به التنظيمات خمسمائة وواحد وتسعين ومن السنوات الأولى الباشا كان المسؤول الأول السوري في الإيالة ومرور الوقت العسكر الانكشاريين اللي يخليهم هنا سينان باشا وتحدثنا عليهم منذ حين هما جايين من تركيا وستوطنوا في تونس واللو يعتبروا رواحهم هما اللي في يدهم عناصر الاستقرار والتواصل لهالنظام الجديد الشي اللي يخلى القادة متاحهم أعرافهم الأغوات يستولوا يستولوا على أهم مواقع النفوذ والقرار وبهالتصرف اتوترت الحالة بين العسكر والقادة وتخلق جوه احتقان وغضب وفي الأخير اندلعت ثورة دامية عاشتها تونس في هذه الفترة وبقات يوم كامل في الذاكرة وتسمت وقعت البولوكباشية وقعت البولوكباشية هذه خنقول عليها كلمة معروفة لأنها هي اللي تسبت في تغيير نظام الحكم وقعت البولوكباشية حتت في أكتوبر 1591 وتمثلت في أن مجموعة من العسكر دخلوا على الديوان اللي اذكرناه منذ الحين اللي هو كأنه مجلس النواب إنما أوسع وفيه عسكر وفيه غيره دخلوا على الديوان وقتلوا كل الأعضاء متاع الحاضرين وحتى اللي كانوا غايبين في الاجتماع لحقوهم ومشاولهم لديارهم وقضاوا عليهم من كل لكن هذه الثورة ما سكتتش الغذب وما هدتش الأعصاب وانتج على الفوضى اللي صارت أن العسكر تفرقوا في مجموعات صغيرة كل مجموعة يتزعمها داي ولا كل داي يحسب روحه هو الأحق بالحكم وكثرة الخلافات وموصلوا لحتى اتفاق الشيء اللي يجبر باشا لبلاد وقتها ممثل الباب العالي باشي عقد اجتماع موسع مع المسؤولين الكبار ومنهم الدايات اللي وقتها عددهم أربعين بعد نقاش وحوار دام ساعات اتقرر تكليف واحد من هالدايات هادوما اسمه براهيم رودوسلي معناه أصله من جزير ترودس ما هوش تركي إنما من مستعمرة تركية باشي سير أكلفوه باشي سير دولي بالدولة والجيش واتفقوا باشيكون الحكم بت الدول بيناتهم وبالانتخاب بعد كل ثلاثة سنوات هذيك علش يقوله جمهورية الدايات يعطيك الصحة هذي خرجة الاستلاح هذا المصطلح وأنه فما فتر ذيك كيني جمهورية انتخاب ومدة حكم محدودة بثلاثة سنين بالفعل هذه التسمية أعطاها مؤرخ كبير اسمه التوفيق البشروش ايه تبعها ما كانش وقت تعتمد التسمية هذه أما تو بقراءة معاصرة نجم معاصرة عليش سموها جمهورية الدايات لأنها أساسا عندها مبدأين أساسيين يقتربوا كثيرا من النظام الجمهوري المبدأ لول هو أنه رئيس الدولة يقع انتخابه لما حال انتخاب في إطار ذيق في الديوان فقط يقع انتخابه ثم عنده فترة معينة يعديها ويخرج من عنده لكني في التطبيق تخنى الأمور أخرى بحيث وأول داي من المجموعة اللي مش تحكم هو هذا اللي اللي اتكرناه الدايات اللي سيروا البلاد بصفة مرؤساء للدولة التونسية في هاك الوقت بلغ عددهم سبعة دايات نستعرضوهم بكامل السرعة كانت حد باش نعرفوهم مش كونهما بداية خلينا نقول اعتمادا على الدراسة الممتازة اللي عملها موارخ التونسي توفيق البشروش نظام الدايات كان شبيه نظام الجمهوري كيف ما قلت لك ديمقراطي في غير عصر على خاطر كيف ما قلنا بعد واقعة البولوكباشية الدايات الاربعين اللي كانوا موجودين اتفقوا باش يتولوا تسير شؤون الدولة بالتداول بيناتهم على هذا الاساس اختارت ديوان الضابط ابراهيم رودوسلي اللي اذكرناه تويكا اصيل جزيرة رودوس المنتمية الى الارخبيل اليوناني والواقعة بحث الساحل الغربي الجنوبي لتركيا الاساوية واللي كانت وقتها من ممتلكات السلطنة العثمانية براهيم رودوسلي هذير حاول اعادة تعمير البلاد وحاول يصلح المنشآت والطرقات وحاول ينشط تجارتها واقتصادها واعتمد على ولاد البلاد اللي استبشروا خيرا بالتغيير الجديد وفرحوا برشا بانتخاب وداي لكن فطن بعد فترة قصيرة من ممارسة الحكم بان صلاحيته محدودة وبيان امكانيته في التصرف كيف يحب ما ينجمش يعملها كيف ما يحب عمال روحه ماشي للحج طلب من الديوان باش استأذن من الديوان باش يمشي يقوم بمناسك الحج وهو في قرارة نفسه ماشي يمشي من ثم يهرب وهكا اللي صار مشارجع البلاده الأصلية جزيرة رودس وبقى فيها بعد هذا الديوان اختار واحد اسمه الداي موسى هذا الثاني داي اللي حكوم البلاد بصفته رئيس دولة أو رئيس شبه الدولة التونسية اللي كانت موجود خلفوا لمدة ثلاث سنوات على أساس باش يخلفوا لمدة ثلاث سنوات هالداي اشعر هو زادة فيسع اللي مسؤولياته ضعيفة وصلاحيته فارغة وشي اللي خليها بعد عام فقط يستأذن من الديوان باش يمشي للحج عمل نفس العملية متاع اللي سبقوا والمرة هذي الديوان افطنوا بالعمل يمتاعوا وافقوا على السفر للحج ولكن اقالوا وانهمهموا عثمان داي جه هو الثالث عثمان داي عثمان داي هذي وقع انتخابه بعد صراع كبير مع منافس متاعه عام قديش في أواخر القرن 16 أواخر 16 عثمان داي اللي هو الثالث في القائمة كان اول داي يخرق قاعدة تداول السلطة في الايالة مهم بارش عثمان داي ينعم سيدي هذي انا دونك وسنوى انه هذي الجمهوريات أو جمهورية الديات تقريبا مش تفشل مش تجي دولة المرادية بالفعل لكن مش نحب نخر فاصل مش نرجع مش تركزلي شوية لو عثمان داي لخطر في عهده وصارت نهار من نهارات كل سبت من ثمانية لتسعة من تعليل مع انس بن ميلك ايه فام احنا راديو نهار من نهارات ذي في الاستاذ عبدوهاي بجمل نحكي وعلى دولة المرادية ومزننا في عهد في فترة الديات وصن الدي مهم بارش عثمان داي عثمان داي هذي اللي هو ثالث بداي اللي يحكم لبلاد كان اول داي يخرق قانون تداول السلطة في الايالة واول داي يفرض سلطة الديات في البلاد خطر قبل اللي كان يحكم ديما تحت رقابة الباشا وتحت رقابة الديوان هو قوي الشخصية وبدأ حتى يفكر في اعتماد نظام ويراثي للحكم ثم واحد جندي اسمه يوسف داي استقدمه من ترابلس وتبناه ويقولوا انه عطاه بنته هذا موش ثابت انما يقولوا انه عرسله بنته وحضروا باش يخوا بقعته واعتمد عليه باش يورثوا الحكم وبقاعوا ثمان داي في الحكم 12 سنة ما عاش ثلاثة سنين اللي يقاع الاتفاق عليها هذي اللي خرق الجمهورية تدهيت لكني بكل صدق 12 سنة ممشوش اخسار علاش لانه في فترته هو بالضبط عام 1610 في اوال قرن 17 وفد على تونس ما يقرب من ثمانين الف من الاندلسيين والموريسكيين اللي تقريبا 10 بالمئة من جملة السكان الماملكة بارك الله وفين ونحب نفكر زاد الفترة ديك سبختة حروب واوبقة كثيرة اللي خليت الدولة فارغة وما فيهش يد عاملة وفما خراب هذا هو اللي صار وهذاك علاش هو فرح بهم وحللهم البيبان الموريسكيين الموريسكيين والبعض منهم وقتل طردتهم الامبراطورية الاسبانية وقالوا لهم وين تحبوا تمشي والاغلبي يختاروا تونس وما يسمعوا عليها اسمع ما يعرفوهاش وبعيد عليهم وبعيد عليهم يعني اخر نقطة تقريبا الترابلس اي اخر نقطة انما احنا النقطة قبل الاخيرة والثمانين الف اللي جاءوا هذما واللي هم اكثر والكل هم ما عارفين بالصنعة في مدان الصناعة وفي مدان الحرف وخاصة في مدان الفلاحة واوصى عثمان داي الرعية متاعه باش يفرحوا بهم وباش يفتحوا لهم الاباب وباش يستقطبوهم ويمكنوهم من السكن ومن العمل في الحقول وفي الاماكن اللي متاحة لهم وانتصبوا اكثرهم في الشمال في شمال البلاد وفي منطقة الوطن القبلي وكونوا العديد من القراء منهم منهم سليمان ومنهم تركيا ومنهم كثير من القراء كونوهم بربش دايدة يلو العالية والعالية وخاصة في جهة بن زرد في جهة بن زرد في جهة شمال الغربي الشمال الشمال الغربي شوية ما بنظرت والوطن القبلي وجابوا الصنعة جابوا التقنيات الجديدة مثلا الري منتاع القوارس جابوه معاهم بحيث كيف واحد يعمل يشوفها 12 سنة اللي عداهم 12 سنة اللي عداهم عثمان داي في الحكم غالبا ما كانت إيجابية على الأقل على الاقتصاد التونسي وعلى الفلاحة التونسية تحديدا العنصر الموريسكي خليقلوا الفرق بين شو والموريسكي واندولسيين واندولسيين بجيوا مع سقوط دول الموريسكيين جيوا تقريبا 120 سنة بعد اخر امارة تسقط وهي غارنات 1492 هما جيوا في 1610 بتبيع فما شكون سقطت حتى في القرن 12 والقرن 13 والقرن 11 دي جال لسان اسباني بسكو 120 سنة وهما تقريبا مجميرين وانه متكلموا الاسبانية في اسبانيا وانهم يظهروا حتى المسيحية ما يظهروش اسلامهم كيجاول هون يجاو بالقابهم جاو بالحرفة بتاعهم جاو حتى باللسان يقولوا حتى اللسان الموريسكي اثر في اللسان التونسي لليوم والباقي ما زال موجود في المجتمع التونسي اللسان المتاعهم والاسماو والالقاب المتاعهم ما زالت في المجتمع التونسي رغم اللي الكثير منهم تعربوا بطبيعة هم الكلهم دخلوا للإسلام جايوا مثل مين وبعض منهم قعد على ديانته في فترة معينا بعد دخلوا للإسلام أما قاعدوا على مكانوا عليه واندمجوا في المجتمع التونسي يقولوا حتى مثلا احنا في تونس ما نأنثوش ما نقولوش في السكان المدن ما نقولوش مشيتي جيتي كليتي ما نقولو مشيت جيتي كليت للأنثى ولذكر زوس وعنا خاصية أخرى متاع الرجل نأنثو وقلولو انتي ما نقولوش انت يقولوا انه هذي من الجابوها الموريسكيين يجوز انهم يكونوا جابوها هما كما يجوز بان تكون جات من اللسان الشامي في يمكن جاتش من اللسان الشامي لأن نفس النغمة نفس النطق في بعض الكلمات اللي تظهر كاني مؤنتو وفي منطوقهم هي على أسألة مذكرة على كل هذا اللي هو عثمين دائم وهم برشا في تاريخ تونس صحي تيعطيك صحة وقعد قلنا 12 سنة كاملين وحكوم فيهم للبلاد وورثوا بالفعل وقت اللي توفى وورثوا بالفعل يوسف داي هذي الجندي اللي هو جابو معاه لترابلس بقى يوسف داي عثمين داي قعد 12 سنة يوسف داي قعد 27 سنة في الحكم 27 سنة 27 سنة برشا بما يعني أن القواعد اللي تفقوا عليها الدايات فيما بينهم في عام قاعد الأخذ زمام السلطة بالانتخاب والبقاء ثلاثة سنة ذهبت أدراج الرياح كيف ما نقوله ماذا كان تأثيره يوسف داي تأثيره هو ركز أسوص الدولة وعمل الأنضباط ووضع حد شغب داخل البلاد والتلهاء كثيرا بالاقتصاد وفي عهده هو زاد جهة برشاة كثير من الأوبئة والأمراض وقاومهم وعموما قام برشا حاجات مفيدة لكن من ناحية التسطورية ومن ناحية تسيير البلاد صحة العبارة عثمين داي وبالخصوص هذا اللي كنت تذكر فيه يوسف داي هو أول ما اعتمد على سلك البايات في الحكم علش نحب نركز على النقطة هذه لأن المرادين يبش نحكيب عليهم بعد حين بايات ما هم مش دايات دك وهما أصلهم لو كان مش يوسف داي وعثمين داي أعطوهم مكانة خاصة للباي ربما كانت الدولة المرادية ما تتبعتش ربما ربما هذه سبيكولاسون هستوريك يا راح يعطيك الصحة بحيث قلنا عثمين داي هو أول داي اعتمد على سلك البايات ونذكر اللي الباي هو الرجل الثاني في هرم السلطة ما هو الشي الرجل الأول بطبع الحال واسغل نفوذهم في النواحي والجهات ولا يعينهم على رأس المحلة ومن بعده يوسف داي واصل في نفس الاتجاه وأول باي كان محلها العناية من طرف عثمين داي ويوسف داي هو واحد كان اسمه موراد كورسو موراتو كورسو من كورسيكا من جزيرة كورسيكا أصله موراتو كورسو وأصله من جزيرة كورسيكا هو بوسيلا السلالة المورادية هو اللي مش يولي من موراتو يولي موراد هذي كم لين جيت مورادية حيث هو موراتو كورسو موراتو كورسو موراتو كورسو هو بوسيلا المورادية موضوع حديثنا اليوم وكان يشغل خطة باي لمحال باي لمحال معنى هو اللي يخرج بالمحلة للشمال والجنوب باش يجيب الضرائب وباش يفرض النظام في المجتمع كان يشغل خطة باي لمحال من أول عهد يوسف داي وكان مشهور بالشجاعة وبالإقدام وقدم خدمات جليلة لتدعيم دولة سيدو يوسف داي منها أنه كسر شوكة القبائل المعروفة بالعصيان وفرض الأمن والانضباط في جميع دولي بالدولة وتمكن باش يحكم إدارة الجيش النظامي وساهم في ترفيع مدخيل الميزانية بفضل الجباية والأموال اللي كان يجمحها وقت يخرج للجهات على الأسلم حلة باي لمحال هذا مراد كورسو ولا بطبيعة شاعر بمكانته وبدوره عند رئيس البلاد يوسف داي ومالبديهي اللي تصرفاته هذه مش يتغير بالمقارنة مع تصرفات البيات اللي سبقوه البيات اللي سبقوه كانوا مهتمين فقط بزيارة الجهات وجيهوا لسيدنا يقولوا له شو اللي ثم هو كما كنت نفسر توا خذها مسؤومة لتقرأ وعمل كثير من الشيء اللي خلاه يشعر بأنه ولا قوية شخصية ولا عنده مكانة بجانب رئيس الدولة وكنتيجة لهذا الوضع الجديد ومولاد كورسو اسمح حتى نفسه باش من غير مشورة صاحب البلاد يعني الداي ولو ربما بموافقته بصفة ضمنية باش يبعث مكتوب للباب العالي يعني لاستنبول باش يطلب رتبة الباشا الروحه رتبة الباشا اللي كنا نحكي عليها في العهد التركي في السبعتاشن سنان اللي حكمه فينا تركيا الباشا هو رئيس الدولة وبعد ولات تيتر أونوري فيك شرفي شرفي فقط هو بعث للباب العالي يطلب في رتبة الباشا باش ياخذها باشير تقي رسميا وهيكليا الرتبة ممثل سلطنة السامي في الإيالة التونسية وأكثر من هذا زاد طلب بالإذن من السلطان العثماني عن طريق الصدر الأعظم يعني الوزير الأول ولا رئيس الحكومة متاعه باش يعطيه حق توريث الخطة متاعه لولده وهذا شيء جيد تخل في سلك البيت هاكا اللي صار بالفعل في عام 1631 الخليفة العثماني مراد الرابع شوف الصدفة مراد ومراد اللي اسم على اللي اسم وراء بيجيب الخص هما هي صدفة وبراء صدفة بعثلوا الفرمان السلطاني يعني القرار السامي ومنحوا لقبل باشا وزاد وافقه على توريث ولده الخطة متاعه الشيء اللي خلاه واسمح له باش يعين ولده حمودة باية أمحال في بقعته وهالتعين تم بمقتضى قرار أصدره هو وما شاورش عليه رئيس الدولة يوسف داي شوفت قداش الباية ولا قوي وقداش مكان أمام عمره كان ميسير البلاد مراد كانت ديمة الرجل الثاني بجانب يوسف داي أم سمى ولده خداه نشان متاع الباشا ولا اسمه مراد باشا وبعد ولده حمودة ولا حمودة باشا حتى وجهة تيتر متاع الباشا وتقوت شخصيته لدى الباية يوسف داي توفى بعد ستة سنوات من بروزها التغييرات الهامة هذية وجذرية وتعين في مكانه داي آخر اسمه استامراد بطريقة عادية جدا واخذ زمام الأمور بقوة وحزم وقام بالعديد من الإنجازات والمشاريع وخلى البلاد تاخد طريق صحيح وثابت للنمو الاقتصادي والاجتماعي تعين الداي حمودة خوجة مكان الداي المتوفى هذية وقت توفى جاسي حمودة خوجة وفي الأثناء هذية وقت اللي استامراد موجود وحمودة خوجة موجود هما رؤساء الدولة والداي الباي حمودة باشا هو السوقون عمره كان لول هو السوقون يعتبر روحه دايما سوقون الثاني وقت اللي تعين الداي حمودة خوجة مكان الداي المتوفى قال البلاد بيد من حديد وتصدى لحركات التمرد والعصيان وقام بإنجازات عديدة في الأثناء كما كنت نقول لك حمودة باشا واصل اكتساح الساحة السياسية وبدأ من عهد الداي حمودة خوجة يمشي خطوة خطوة نحو الاستقلال عن سلطة الداي أما مش بالطريقة الافتكاك ولا السطو مش بالانقلاب مش بأي طريقة أخرى عملت طريقة فيها شيء من الذكاء والدهاء اللي هي أولا أنه ولا يغري في الداي بالهدايا والعطاءات يغري في رئيس الدولة بال الهدايا والعطاءات كيسكو هو فلوس للذراء والمجبع عنده عنده ما شاء الله يعطي هداء وأكثر من هذا هو من جملة كانت عنده برشة أرزاق وثروة كبيرة ونثم على عرفه واحد من البيات كان في صغره وفي شبابه يعمل تحت أمرته يعني كان رئيسه هو رمضان باي رمضان باي الاسمه ساحة رمضان باي اللي باسمه ما متعه متعه لا باسم مراد رمضان باي المراد اللي مبعدته مش نتحطه عليه اللي هو لفاندرني باي متع السلالة المرادية مشاء هالرزاق هذية اللي عنده اللي وارثم عليها هداهم للباي هداهم للداي عفوا هداهم لحمد خوجة وتقول الرواية شبه الرسمية اللي هو في مرة من المرات هداله اربعة وعشرين بغلة محملة بالفلوس اربعة وعشرين بغلة حمولة بغلة متعه فلوس هذي هالحاجة الأولى الثانية حمودة باشا قوة مكانته وثبت هيبته وموقعه بالرفع في عدد العساكر اللي كانوا تحت امرته الشي اللي خلاه يولي شبه قايد أعلى لجميع جيوش في الإيالة وثالثا اختار السكنة في باردو وبنى قصر مضخم وكون بيلات ولا يجمع فيه الأعيان والعلماء والأدباء والشعراء والعسكر وركز إدارة باش تسير كل مكان تحت نظره في مجالات الجيباية والميزانية والجند والأرزاق والأمثال وغيها شوف كيفاش في هالوضعية هذه دائما يعتبر روحه الثاني في سلم السلطة ودائما يقدر رئيس الدولة ويعطيه المكان لكن مع هذا بكله حرص حمودة باشا على طول المدة اللي قضاها تحت سلطة الدائي حمد خوجة وعمل كل ما ينجم باش ما يدخل في حتى خلاف أو جدل أو منافسة معه وفي نفس الوقت يبدأ تدريجيا في حصر السلطة سلطة الدائي في شؤون العسكرية وأمن العاصمة توفى حمد خوجة في بعض سبعة سنوات من الحكم واخذ ما كانوا دائي اسمه محمد لاز وهو لاز هالدائي هذا كان فهم من هارلول لفترة ممارسه للسلطة وحتى من قبل اللي موقفه في هرم السلطة ولا ضعيف وتحصر في تسيير شؤون العسكر بينما عادت بقية صلاحية الخطة إلى الباشا حمودة بن مراد باي في الواقع نفوذ حمودة باشا باي المراد وقوته بقواه في عهد محمد لاز بصفة ولت ملحوظة ومتخفى على حد ولا منافس للدائي وبدأ تعيان البلاد وقادة العسكر والمشايخ والرعية وحتى حكام العيالات والبلدان المجاورة يعتبروه رئيس الدولة الحقيقي دفات والممثل الوحيد الباب العالي في الإيالة التونسية والقوة هذه مش تتأكد بصفة قطعية ورسمية وقت اللي يتوفى محمد لاز اللي هو آخر الدايات السبعة اللي تحدثنا عليهم وقت توفى الداي توفى الداي والداي هو رئيس الدولة جماعة ما يسمى بالأهل الحلي والعقد باش يعينوا واحد في بقعته خطر الخطة مش تبقى أما معاش ولا معاش ولا برومي برسوناج ولا السقون برسوناج باش شكون مش رأي شكون ياخده ياخده رأي حمودة باي اللي هو السقون ياخده رأيه باش يعين كأنه واحد صانع باش يعين عارفه فهمتني كيفاش كأنه واحد صانع باش يعين عارفه وطلبوه في رأيه عطى رأيه في شكون مش يعينه وعينه واحد آخر بحيث نوصله توا بالطريقة هذه للدولة المرادية لأنه سولارة مخدرات الحكم بالطريقة التدرجية اللي قلنا عليها وتسمات على اسم حمودة باشا باي مراد كورسو اللي هو مراد الأول بي سمه مراد الأول بمعنى أن مراد باي ما كانش رأيس الدولة أو شبه الدولة إنما أول رأيس الدولة المرادية كان حمودة باشا باي المرادية وكلمة المرادية هذه يزينا نعرفه باش نفهمه تاريخ بلادنا اللي هي تخلقت وتوجد بعد قرن وعشرين سناء قبل ما كانوش يقوله حمودة باشا باي المرادية بعد عشرين سناء وقتاش وقت جاء حمودة باشا باي الحسيني اللي هو ولد علي باي وقتها ولا نتحته على هذا هذا هو حمودة باشا باي باي ومبعد حمودة باشا باي ولا هو الحاكم الفعلي ولا هو الحاكم الفعلي وكانت فترة حكم مهمة برشا قد قد حمودة باشا المرادي مش مدة طويلة ياسر هو توفع عام 1666 ما قاعدش مدة طويلة خذا كرسي الحكم وبدأ ينفذ في السياسة والاختيارات امتعه وعطى الروحه كرئيس دولة هيبة ووقار ولا عنده نمط تعيش وتصرف امتع ملوك وصلاتين كبار واهتم بالإدارة وطورها وجاب بحذاه برشا أعيان وبرشا ضباط وعمل برايهم وبنصحهم هذا تصرف وزيد قربه من الرعية واهتمامه بالجوانب الاجتماعية وحضوره الشخصي في الاحتفالات الدينية كلها عوامر خلاة العيان والعسكر وخاصة الرعية أولاد البلاد يشعروا بالفرق بين معاشوه تحت الدايات اللي بكلهم كانوا ترك وكانوا يتعاملوا مع أولاد البلاد باستعلاء وبحدة وبين هالحاكم الجديد حمودة باشا اللي يعتبرون هو نفسه والبلاد وشعروا بحنانه وبحسن تصرفاته هذا هو حمودة باشا بعد حمودة باشا حمودة باشا كان محبوب في البلاد وكانوا الناس فرحانين به وطامعين فيه باش يقوي الدولة وينقص بالخصوص من هيمنة الترك عليها لكنه ماكملش مهمته وتوفى بعد سنوات قليلة قلت في أبريل 1666 وخلوا راه بلاد اقتصادها وفي لاحتها وتجارتها ومجتمعها وسكانها في مستوى محترم وخزينتها فيها ما يكفي من الخيرات ومن الأموال باش تعيش الدولة ويعيش السكان في أرغد العيش بعد وفاته ولده مراد اسمه مراد بن حمودة باشا باي أخذها الحكم بسيفتو باي وبسيفتو رئيس الدولة بطبيعة الحال باعتبار أنه هو تسمى سمحني مراد تسمى مراد الثاني على خطر مراد الأول اللي ما حكمش قعد رأعطوه الاسمه بتاعه مراد الأول وطول بعد ما شنوصله لسي مراد الثالث وبقى في الحكم عشرين سنة فترتو فيسع فيسع فترتو ممتازة وطيبة ممتاز هي بعد ما وفات فترتو مش تدخل مشاكل داخل الدولة المرادية بشكل لا يتوصف شكون خلف مراد الثاني اللي خلف مراد الثاني وقت اللي مراد الثاني توفى اتخاسموا على الحكم زوز ولاده محمد وعلي وعمهم يعني اخو مراد محمد الحفصي وعرفت البلاد ازمة كبيرة ومعارك طاحنة ومرات هذا بعض منهم ياخذ الحكم خمسطاش نيوم وبعد نحيوه وبعد يتعين هذا ياخذ الحكم زوز اخوه وعمهم زوز اخوه وعمهم اتصاروا على على الحكم بشكل الهي بياسر الى درجة انه في وقت ما وصلوا باش قسموا البلاد بيناتهم على ثلاث على ثلاثة باش كل حد يكون تونس قسمت على ثلاثة ما دامتش ما دامتش العملية هذه ما دامتش وقامت عليهم الجيش ما يرضى لهمش بالشي بالشي اللي صار وقت اللي توفى محمد بن امراد اخذ عليه الحكم بعد توفى وصارت بنينات المعارك ويطول الحديث عليها بين قوسين المعلومات التاريخية على الفترة هذه وخاصة فترة فترة السيد هذا اللي كنا نحكي عليه من معلومات ماهيش دقيقة وثم الناس يفسروها بانها كثرة الاوباء وكثرة الامراض قتلت برشة من بشر ومنهم برشة مؤرخين وبرشة رواية الاحداث اللي كانت تحدث في البلاد انا عندي اكثر من هكا رجعت سي عبدوهي بعد اذنك الكتاب بتحاف اهل الزمان متاع احمد بن ذياف يقول حتى موش تلاتي ذنبارك يقول محمد بي كان مغروم مغني عنده مغني اسمه مزهوت هتو نجيوه مزهبش تسلوه مش نحكي لك عليه نسلوله ملافيسة وقت اللي توفى محمد بن مراد بي خذاع لي الحكم رمضان بن مراد بي في اكتوبر ستة وتسعين ظر اللي هالباي هذا رمضان اللي هو خو خوة الأولاد اللي يكون نحكيوا عليهم ظر اللي هو من اضعف البيات المرادين حكما وسياسة وصدر تعليه تصرفات غريبة وأصبح مدمن على المعاصب بجميع الواحق وربطت علاقة مسترابة وشاذة مع مغني اسمه مزهوت هذا اللي كنت تحكي عليه هنت وسلم له حكم البلاي وصل به سوء التصرف يا سيانس باش شركوا في تسيير دولة بالدولة وفوض له نصيب كبير من صلاحيته وخلاه يعبث بميزانية الدولة وبخزينتها واسمح له باش يتدخل مباشرة في شؤون الرعية ولا يسمع وشياته ويقتل العبيت والدساء يسمتاعه وقتل عديد من الوجهة والعلماء إلى درجة أنه برش منهم ومشاوا ضحايا بأفعاله منهم الشيخ أبو محمد حمود فتاتة من أشهر المشايخ من أشهر مشايخ جامعة الزيتونة رمضان باي هذا مسلم منه حتى حد وأكبر ضحية منه هو مراد ولد خوه اللي هو مراد الثلاث اللي هو بش نرجع له في الجزء الأخير من حساتنا فاصل ونرجع مع مراد الثلاث نهار من نهارات كل سبتم ثمانية لتسعة متعليل مع أنس بن ميلك يا فهم أحلى رديو نهار من نهارات معايا الأستاذ ديبلوماسي سابق والكاتب سعب وهي بأجمل نحكيه بتبع الزي مهمة من تاريخ جزء مهمة الدولة المرادية شفنا دايات شفنا كيف انتقلت إلى البيات مراد الأول حمود أباشا مراد الثاني أولاده وسن رمضان سن رمضان وسن لي مش رمضان فتناه رمضان بش ندخل بك يمكن يعتبروه برشا أسوأ وأفضع من حكم هاتي البلاد أخيب حاكم في تاريخ تونس مراد ثالث أو مراد بوبالا أطلق كيفاش بدأت قصة مراد بوبالا هو خلينا نرجع رمضان بي كلمتين بش نقولهم بش نعرف علاش بش نربطوا رمضان بي اتهد الكثير من الناس هو أكبر من اتهد وهو أول دخو هدايا مراد على خاطر مزهود قالوا راه مزهود قالوا راه قاعد يحفر قاعد يحفر روحه بش يخذ الحكم اللي هو المغني عملوا ما يسمى بالعربية الفصحة وقتها سملوا عينيه معنتها عملوا يعملوا عملية باش يصيبوا العما حشيك علما بأن يعاقة العما ما نعمل موانع الحكم قال حاب يعميه باش يباعد وحكم لكن هو بيتواطم مع الطبيب متاعه اللي كان باش يعملوا العملية طبيب فرنساوي بطبيعة برشوة وكذا ما عملش عينيه وعمل روحه أعمى قدام عمه باش ما يفطنش به حتى وبعد اهرب خطر حطه في الإقامة الجبرية اهرب ومشى للكيف وبعد تحول في بلدان أخرى وبعد نشن حرب كبيرة على عمه ومن غير ما ندخل في التفاصيل انهزم فيها عمه وتقتل مات قتله ومات وتدفن في سوسا مراد الثالث ولا بيت تونس في عام 1699 هو أشهر البيت المرادين كما قلت لكن شهرته في مجال خاص هو الجريمة الشنيعة والتصرف الحيواني والوحشية المفرطة وممكن القول اللي هو أسوأ حاكم عرفته تونس اللي تونس حكموها من القرن السابع حتى لليوم 129 حاكم هو أسوأ واحد فيهم هذا سيم وراد الثالث هو السابع والأخير في السولالة المرادية ده الحكم امتعه وقلبه بكل حقد وغيظ وكرهية على عمه وعلى الناس اللي يخدموا مع عمه من قريب ولمن بعيد وحتى على السكان عربه وتركه وغيرهم سيد هذا من هرلول يدخل على البشر يقتل ويذبح بلا شفقة ولا رحمة وفي بعض الحالات يقوم هو بنفسه بعملية القتل أوصافه تفاصيل الوحشية متاعه واللي تحت عليها ببرشة مؤرخين تقشع ربدا وبنادم ما يتصور هاش تصدر على إنسان بعقله هناس يا نس أحمد بن أبي الضياف الشيقول كان يقتله بالرجل كان يقتله بالرجل فيقوم له بنفسه ويذبحه ويقطع أعضاءه ويشق بطنه ويدخل يده ويخرج أمعاءه وله سيف يسمى البالة لا يكاد يروحه يوما من إراقة دم إنسان وإذا لم يقتل أحدا يقول إن البالة جاعت ويخرج بها فيقتل من يعرض له ولذلك كان يعرف ببرد ببالة قتل الأشرف والعلماء والناس العاديين بسبب ومن غير سبب منهم الفقيه المفتي أبو عبد الله محمد العواني اللي وقت جاي يقتل قيرواني قيرواني وقت اللي جاي يقتل وقال له ننصحك وليدي وننصحك وليدي وننصحك وليدي وننصحك وليدي راهو اللي يقتل عالم ما يطولش بعده بطبيعة ما سمعوش وقتلوا بيده ومن كثرة الغل والوحشية من عرش نقوله ولم نقوله شواله لحمه وكلام منه نصيب معروف عمو ردبو بلو كان يكل الحم من عبيت من كثرة حقده على عمو اللي هو مات وتدفنه وبعدنا تخلطي التاريخ مشال سوسة وخرج الجوثة متاعه من القبر وحرقها وذرذر رمادها في الريح وزي تخلى شوية من رمادها ذاك باش يخلطه في كاس الشراب متاعه وقت الله يعمل قاعدة هو واصحابه و الندماء قريت اكثر من هكا قبل ما يوصل هذي موقي قسلوا راسه سعبدوهيب امر المقربين العمو وانهم يلعبوا براس عمو كلكورة وهو كذلك هذا اللي صار العمل اللي اللي متعمل وحتى في العلاقات الخارجية تصرفاته موشي مزهود مثلا نقتلوا في طريقة شنيعة حتى هو نفسه قتلوا تسملوا عينيهم بعض عميهم بعض قسلوا راسه وحش موش بنادم تصرفاته السيئة ياسر ناخدوا مثال مع الجزائر عمل حروب عمل حربين مع الجزائر سببها سبب الحرب انه بعث هدية الداي الجزائر قدر في الجزائر الداي موش بي الداي يحكم بعث هدية الداي يرفضها تنبز سي مراد بوبالا هذي مراد الثالث تنبز من هالرفض متاع الهدية حنعلي شرب تواطئ هو وذو داي اللي يحكم في قرابلس وعملوا جيش بقوة بوحشية كما ما تتصورش كيفاش معنا تباشيخ وغرضه من جاره مضحي واكثر من هكا في باله معنا تشف شفاء غلو حب يشكر داي ترابلس هزو لل القيروين هو وحامي من الجيش متاعه وقال له دونك هو المدينة اعمل اللي تحب فيها استباح المدينة استباح المدينة استباحها شنيعة ودخلوا فيها الجماعة هذوما اللي هما أكثرهم ترك دخلوا فيها وعملوا فيها اللي ما يتعملش وأكثر من هكا وصلت به الدناء سامحني في الكلمة باش افرض على سكان المدينة القيروان يهدوا الصور امتحها بيديهم عقابا لهم لأنهم وقت اللي في وقت ما وقت سابق كان في معركة مع عمه وحاول يحتمي بهم ما خلوه وش يدخل هما ما خلوه وش يدخل خوفا من شره فقط مش ما حابوش يقفو إلى جامبه بحيث هذا هو استباحة المدينة حقيقة قريتها برشا مرات أنا في تاريخ تونس برشا بمدن وقع استباحاته ومعنط الجيش نسبان استباحه والأتراك استباحه وربته حتى الدواب في سواري الجوامع أي الأتراك استباحه الدايات كيف كيف القبائل كيف كيف في بعضها فاستباحة المدينة هو أن كل شيء مسموح كانت من الممارسات اللي تصير في الحروب كل شيء مسموح كيفاش وفاء مراد الثالث تقرر يدخل في حرب ثانية ضد جارته الجزائر عرف اللي ماهوش باش نجم يهزمه وحده ابعث ضابط اسمه براهيم الشريف بعثوا للباب العائلي وابراهيم الشريف ضابط كبير كان كوماندان دالامليس لجانيسار يعني قايد الحامية متاع القصبة بعثوا للصنبول وبعث معهم مكتوب فسر فيه موقعه من الجزائر موقفه من الجزائر المتسلطة حسب دعواه وعبر فيه على رغبته في الوجوم عليها لتأديب الداي وطلب بالمناسبة من السلطان العثماني باش يبعث له الجيش السلطان العثماني مصطفى خان الثاني كان متخلق ياسر من هالوضعية خاصة وأن الإيالتين هذو ما يتابعينه الجزائر وتونس وأنهم بلاد مسلمة وكان زادة على العلم بيتفصلوا فيه مراد الثالث وكانت الأخبار توصلهم مفصلة وواضحة وهذاك علاش قرر ميلبيلوش الطلب من ناحية وثم مؤرخين يقولوا من ناحية ثانية أنه قال لبراهيم الشريف مبعوث باية تونس أنه ما هوش مرتاح لتوتر العلاقات بين جارتين تونس والجزائر وربما لمحلوا أن تونس يلزم انقاذها من شر السفاحة متاعها مراد الثالث وبعضهم يقول حتى أنه إذنوا صراحة بأن يقضي عليه عطاه الإذن باش يقضي على مراد الثالث ويأخو مكانه وعطاه مكتوب عينه به حاكم على تونس في السر لكن باش نكونوا حذيرين في سرد الأحداث هذه التاريخية خلينا نقولوا اللي التاريخ فيها أقوال كثيرة وربما مضاربة حول هالمسألة لكن هذا ما يمنعش بأن أبراهيم الشريف رجع لتونس ومشال واد الزرقة لأنه هو مراد الثالث ومشال واد الزرقة ووقف ثميكا ويستنى في الإجابة متاع الباب العالي باش يبعط له الجيش متاعو باش يكمل الطريق للجزائر ويدخل عليها في حل ثانية الحق عليه براهيم الشريف وقت اللي رجع من إسطنبول في تسعة جوان ألف وسبعمائة واثنين وركبه معها في الكروسة لأنه هذه التقاليد باش يعملوا استعراض عسكري وفي الكروسة ضربوا بالرصاص وزاد ضربوا بالسيف وقتلوا وبعد مدة قتل كل من هو من العائلة المرادية باش يقضي على سلالتهم كاملة سي عبدوهي بيقولوا أنه حسين بن علي اللي شخصيا بعض اللي بش أثس الدولة الحسينية اللي كان ذابط بالتبيعة فطن بالملعوب وبعث المراد الثالث ما يفيد وأنه إبراهيم الشريف جاي بشي يقتله ومراد الثالث ما أعارش المكتوب هذا حتى انتباه الشي اللي يخليه معناتها يموت كونش يمكن التاريخي تبدر كان قراء اللي قلته صحيح والجواب اللي بعثه حسين بن علي تركي خطر حسين بن علي تركي كان أغت صباحية الترك يعني خذ بقعة إبراهيم الشريف في القصبة ولا ولا ضابط سامي ولا هو يسير فيها وهذه مهمته هو حماية رئيس الدولة مثلا بعث وريقة للرئيس الدولة ويقوله وراه رد بيك من إبراهيم الشريف رد بيك من إبراهيم الشريف ثم مؤرخين يقولوا ما عارهاش وما انتبهناش وثم مؤرخين يقول ما وصلتوش الورقة لكن المفيد أنه مخرج حسين الشريف بعد وقت اللي قتل المراد الثالث واختي بقعته جاه جاوه أولاد الحلال وقال له السيد يرى هو حسين بن علي تركي باع السر متاعك أنت وبعث جواب لش اسمه تعرجوا بهم قال لما خدم خدمت خدم خدمت لأنه أنا مكلب بحماية رئيس الدولة رئيس الدولة متاعه هو مراد الثالث خدم خدمت هو حسين بن علي هربهم بعد بعثوا الأمين أيها هرب بالضبط هرب وخاف على روحه ياخي وقت اللي بلغته أنه قال خدم خدمته ارجع انتهينا مع الدولة المرادية ما كانت حبا نقوله أنه الدولة المرادية في تونس انتهت وضمحلت كيف غيرها من الدول اللي سبقتها الانقسامات وانقسام الطبقة الحاكمة واستفحال أمرها جراء سوء تصرف آخر بياتها ورمضان باي ومراد باي هما اللي تسبوا في سقوطها شكرا لك أستاذ عبدالله بجمال كان هذه دولة المرادية الدايات البيات فترة مهمة برشا ومفصلة في تاريخ تونس ما نعرف ويش برشا كانت هذه مناسبة في نهار من نهارات موعدنا إن شاء الله جمعة جاية إلى اللقاء نهار من نهارات كل سبت من ثمانية لتسعة من تعليل مع أنس بن ميلك